لم يرتبط رجال جيش مصر ببقعة على أرضها مثلما ارتبطوا بسيناء الحبيبة فهي قدس أقداس الوطن وضرة التاج المصري وقد دارت على أرضها المباركة خلال السنوات العشر الماضية حرب ضروس خاضها رجال القوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة ضد أخطر العناصر والتنظيمات والجماعات الإرهابية تطرفا وإجراما وفي حقيقة الأمر فقد نصحناهم كثيرا قلنا لهم لا تلعبوا بالنار مع الجيش لا تختبروا قدرات وصبر الجيش ولا تستفز رجال الجيش كما قالها رئيس مصر بملء فيه في رسالة شديدة الوضوح بعلم الوصول إلى كل من يهمه الأمر لن نترك سيناء لأحد إما أن تبقى سيناء مصرية خالصة وإما أن نموت على أرضها هل قالها الرئيس برؤية شخصية؟ الرئيس أيها السيدات والسادة هو رمز للشعب وقائد أعلى للجيش حينما يتحدث فإن مصر تتحدث لكن للأسف يا سيادة الرئيس لم يفهموا الرسالة ولم يستمعوا إلى النصيحة أخذتهم العزة بالإثم وظنوا أنهم مانعتهم جحرهم فلم تغني عنهم شيئا افخروا بجيشكم وارفعوا الرؤوس للسماء فلديكم رجال حينما يظهرون فإن صدى صوت زئيرهم يزلزل الأرض رجال لا يهابون الموت لأنهم يدركون أن في موتهم حياة